ينظم إلينا من لندن مراسل غدا عمر بشير عمر إذن ما هي أصداء هذه التصريحات سيما حزب العمال نعم يارا يعني ما حصل اليوم يعني أنه حتى الخيارات التي لجأت إليها تريزا مي مضطرة ومكرهة فشلت في تحقيق أهدافها اليوم انهارت المفاوضات بين أكبر أحزاب المعارضة العمال مع الحكومة بعد مفاوضات استمرت لستة أسابيع العمال أصدروا بيانا على لسان كوربن زعيم الحزب هذا البيان جاء فيه تأكيد على انهيار هذه المشاورات وأكد أن هذه المفاوضات كانت بناءة وفعالة ولكنها لم تنجح في تحقيق الاختراق المطلوب والأهم في بيان حزب المحافظين هو أن الحزب أعلن موقفه وأنه لن يصوط لاتفاق تريزا مي للخروج عندما تقوم بطرحه على البرلمان بداية الشهر المقبل في المقابل الحكومة البريطانية أيضا ردت على هذه التصريحات وأكدت انهيار المفاوضات وقالت أنه لا توجد مفاوضات على الأجندة لاحقة مع حزب العمال أيضا متحدثة باسم رئيسة الوزراء تريزا مي قالت أن ما حصل لا يعفي المسئولية الوطنية والواجب الوطني على النواب لإنقاذ بريطانيا هذه دعوة صريحة من الحكومة للنواب كي يصوتوا بقبول اتفاق تريزا مي للخروج من الاتحاد الأوروبي عندما تقوم بطرحه هنا على البرلمان شكرا جزيلا لك من لندن مراسلنا عمر بشير